اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن مضخة الانسولين او انسولين بام وازاي بنستخدمها او طريقة عملها في مريض السكر من النوع الاول وايه هي مميزاتها وعيوبها هل نعتبرها بنكرياس صناعي او هي خطوة ريحة ناحية البنكرياس الصناعي ولا لا وكنت عملت حلقة قبل كده عن انواع الانسولين وعن ازاي بنستخدم الانسولين في مريض السكر من النوع الاول هسيب لك الرابط بتاعها تحت تقدر تشوفها وكنت قلت في الحلقة دي ان مريض السكر من النوع الاول افضل نظام يمشي عليه في الانسولين هو بيزال بولاس ريجمن انه ياخد انسولين قاعدي وانسولين سريع قبل كل وجبة وقلت ان هو ده النظام الافضل والاختيار الاول والنظام ده نقدر نطبقه بالانسولين بامب او مضخة الانسولين وعشان هي مش منتشرة كتير لكن مستقبلها واعد فعشان كده قلت عمل الحلقة دي عشان حضرتك تبقى فاميليار معاها تبقى عارفها كده ايه مضخة الانسولين دي بتشتغل ازاي بتعمل ايه مفيدة ولا مش مفيدة لمريض السكر وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو بص يا صديق العزيز مضخات الانسولين بدأت تظهر في الاونة الاخيرة كده وبدأت تنتجها شركات كتير وموديلات مختلفة وانواع مختلفة لكن احنا يعتبر هنتكلم عن احدث نوع موجود حاليا اللي بيقولوا عليه hybrid closed loop system وبكل بساطة مضخة الانسولين عبارة عن جهاز صغير كده جهاز الكتروني بنحط فيه الانسولين اللي غالبا بيكون سريع المفعول زي نوفو رابد مثلا ده اشهر نوع بيستخدم والمضخة دي متوصلة بخرطوم وفي اخر الخرطوم كانولا صغيرة كده بتركب تحت الجلد عند المريض والمضخة بتدي الانسولين لهذا المريض تقريبا طول اليوم الانسولين القاعدي يعني المضخة دي بتستخدم الانسولين سريع المفعول ده او النوفو رابد على انه انسولين قاعدي يعني بتديه تحت الجلد باستمرار طول اليوم عشان يشتغل كانسولين قاعدي او بيزا الانسولين والحقيقة ان المضخة ممكن تزود معدل هذا الانسولين او تقلله او حتى توقفه بناء على قراءات السكر اللي جيالها من جهاز تاني غالبا المريض بيركبه في دراعه بنقول عليه cgm او continuous glucose monitoring ده جهاز جديد برضو اسمه cgm المريض بيركبه في دراعه بيقيس السكر كل خمس دقايق تقريبا ويبعت هذه القراءة للمضخة والمضخة على اساس القراءة بتحدد معدل الانسولين اللي بيتاخد يعني تزوده او تقلله او حتى توقفه اذا لازم الامر فالجهاز ده اللي بيقيس السكر اسمه cgm طبعا منه مدولات كتير برضو ده جهاز منفصل لكن الاتنين بيتوصلوا ببعض والمضخة بتعدل جرعات الانسولين طبقا للقريات اللي جاي لها من الجهاز ده وبكده تبقى المضخة بتدي الانسولين القاعدي اوتوماتيك لوحدها بدون تدخل المريض لكن المريض لازم يتدخل قبل الوجبات لما يكون هيكل لازم يزبط الجرعات اللي هيخدها قبل الاكل ويزبطها على المضخة ويضغط على المضخة عشان تديله الجرعات المناسبة من الانسولين قبل الاكل او البراند يلدوز زي ما احنا عارفين يعني المضخة لوحدها بتحدد الانسولين القاعدي او البيزل انسولين لكن المريض هو اللي بيحدد جرعات ما قبل الوجبات وطبعا المريض لازم يكون عارف كمية الكربوهيدريت اللي هيخدها في الوجبة اللي جاية عشان على اساسها يحدد هو بيحتاج كم واحدة من الانسولين عشان تحرق الكربوهيدريت دي يعني على سبيل المثال المريض لو هيتغدى وهيأكل في الغدى 50 جرام كربوهيدريت فبيبقى عارف ان ال50 جرام دول بيحتاجوا بالنسبة له هو 4 وحدات انسولين عشان يحرقوا هذه الكمية فيزبط المضخة على 4 وحدات وبيختار بولاس دوز يعني دي جرعة ما قبل الوجبة وبيضغط على الزرار عشان المضخة تديره الاربع وحدات وياكل بعدها الوجبة بتاعته يبقى المضخة بتزبط الانسولين القاعدي اوتوماتيك المريض بيزبط الجرعات اللي قبل الاكل فقط ولو عايز تعرف المريض ازاي هيعرف كمية الوحدات اللي محتاجها من الانسولين اصوات كمية الكربوهيدريت فاشوف الحلقة اللي فاتت لكن برضو هختصر لك الموضوع هنا شوية المفروض ان المريض يكون عارف نوعية الطعام اللي هو بيكله وكل حاجة من اللي بيكلها فيها كربوهيدريت قد ايه وطبعا ممكن يتابع الكلام ده مع طبيب تخزيه علاجية وفيه برامج كمان على الموبايل دلوقتي بقت متاحة بتعرفه كل حاجة فيها كربوهيدريت قد ايه حتى العنب فيه قد ايه الموز فيه قد ايه كمية كزا من كزا فيها كربوهيدريت قد ايه الخبز بالوزن كزا وبالنوع كزا فيه كربوهيدريت قد ايه ففيه برامج دلوقتي متاحة او ممكن يتواصل مع طبيب تخزيه علاجية يعرفه الكربوهيدريت ومكونات الوجبات بتاعته فالمهم المريض بيعرف انه هياكل كربوهيدريت قد كده في الوجبة بتاعته هيعرف ازاي كمية الانسولين فرفل كده او باختصار يعني بيقسم 500 على نص وزنه نص وزن هذا المريض وبيديله رقم الرقم ده بقى هو اللي بيستخدمه بعد كده عشان يعرف هيحتاج كم وحدة انسولين لو هياخد مثلا 50 جرام كربوهيدريت في الوجبة بتاعته بيقسم 50 على هذا الرقم اللي احنا قلناه يعني هقولك مثال لو عندك مريض وزنه 70 كيلو جرام وخلاص هيتغدى والغدى بتاعه فيه 60 جرام كربوهيدريت هيحتاج كم وحدة اول حاجة هنعملها نقسم 500 على 35 35 ده اللي هو نص وزنه هيدينا تقريبا 14.2 من 10 ده رقم او عامل هو هيعرفه بالنسبة لهذا المريض لان كل مريض مختلف عن الاخر وبعدين لما يحسب كمية الانسولين اللي هو بيحتاجها هيقسم كمية الكربوهيدريت في الوجبة اللي هي 60 جرام على 14.2 من 10 اللي هو العامل بتاعه او الرقم بتاعه هيدينا تقريبا 4 وحدات انسولين يبقى هذا المريض اللي وزنه 70 كيلو جرام بيحتاج تقريبا 4 وحدات عشان يحرقوا ال60 جرام كربوهيدريت اللي هو هياخدهم في الغداء كذلك الامر طبعا قبل الفطار وقبل العاشة بيشوف هيكل كربوهيدريت قد ايه ويشوف قصادهم بيحتاج كمية انسولين قد ايه وبالمناسبة فيه مضخات حديثة دلوقتي لكنها ما زالت تحت الدراسات وتحت التجارب بتكون اوتوماتيك بشكل كامل يعني المريض مش بيحتاج انه يدخل قيمة الانسولين اللي قبل الوجبات لا هي بتزبط الانسولين القاعدي والانسولين الخاص بالوجبات اوتوماتيك ودي بقى اللي ممكن نطلق عليها شوية ان هي بنكرياس صناعي لان هي هتزبط الانسولين القاعدي والانسولين الوجبات بدون تدخل المريض لكن زي ما قلنا دي تحت الدراسات لسه مظهرتش وتعال نتكلم بسرعة عن مميزات وعيوب مضخة الانسولين هنتكلم اول حاجة على المميزات المميزات ان هي شكة واحدة كل 3 ايام الكانيولا اللي بتركب دي بتستمر 3 ايام وبعدين نغيرها هي والمستودع بتاع الانسولين بتاعها يعني المريض هيتشك مرة واحدة بس كل 3 ايام فدي اريح كتير بدل ما كان بيتشك 4 مرات يوميا للانسولين ومن خلال الكانيولا دي هي بتديه الانسولين طول 3 ايام فهي شكة واحدة فقط حتى بالنسبة لإياس السكر اللي كنا بنحتاج نقيسه اكتر من مرة في اليوم احيانا 4 مرات احيانا 7 مرات المريض مش هيتشك ده كله خلاص لان كمان الجهاز ده بيستمر فترة طويلة فيه منها بيصل الى 14 يوم الجهاز يفضر راكب 14 يوم ومقاوم للماء بالمناسبة يقدر يستحمى بيه يعني مش هيشك نفسه كل شوية عشان يقيس السكر فأريح كتير جدا كمان من المميزات ان التحكم في السكر في مضخة الانسولين يعتبر دقيق وكويس جدا زي ما بقولك ده كل خمس دقائق بيجيلها رسالة بإياس السكر وهي تزبط معدل الإنسولين تابعا لإياس السكر كمان مضخة الانسولين دي ممكن تديك انذار لو السكر عالي او انخفض لمستويات معينة الطبيب اللي بيزبطها او المريض اللي بيزبط المعدلات دي فبرضو الانزار ده مهم جدا كمان بيتم توصيلها بالهاتف الهاتف الزكي او الموبايل وبتبعات لك كل الدياتا بدل ما تعد تسجل إراياتك والسكر كان كذا لا هي بتبعات لك كل الدياتا على الموبايل بتاعك كمان المضخة دي نقدر نفصلها بس الوقت قصير يعني غالبا لا يفضل اكتر من نص ساعة او ساعة لو مثلا هتاخد شاور او احيانا في العلاقة الجنسية او حاجات زي كده ممكن نفصلها لكن مش فترة كبيرة اما لو قررت انك تفصلها لفترة كبيرة فهتحتاج تاخد انسولين خارجي بالنسبة لعيوب مضخط الانسولين فاول حاجة ان هي غالية تكنولوجيا جديدة واجهزة جديدة غالية ومش متوفرة كتير في كل مكان كمان من عيوبها ان هي بتحتاج تدريب لان ده جهاز الكتروني محتاج تعرف بنزبطه ازاي نطلع ننزل ندي الجرعة حاجات زي كده لكن التدريب عليها سهل الطبيب بتاعك اللي بيعالجك هيدربك عليها وكمان في فيديوهات كتيرة على النت هسيب لك بعض الرابط لها يعني بتدرب على استخدام مضخط الانسولين كمان من عيوبها حجمها وشكلها في بعض المرضى مايحبش يبقى دايما في جهاز متعلق في هدومه او موجود في هدومه خصوصا السيدات يعني اللي بيلبسوا فساتين او لبسوا حاجات ممكن مايحبوش يبقى في جهاز دايما موجود في ملابسهم كمان من مشاكلها انه ممكن يحصل فشل او فيلير يحصل انسداد لهذه الانبيب او يحصل فشل في التوصيلات وما الى ذلك والمريض ماياخدش الانسولين الكافي بتاعه كمان ممكن يحصل فشل او مشكلة في الجهاز نفسه احنا قلنا ده جهاز الكتروني وارد انه يهنج وارد انه يحصل فيه مشكلة لكن بصراحة الحاجات دي نادرة جدا وبيكون سهل على المريض يعرف اذا كان فيه فشل في الجهاز ولا لا عن طريق اياس السكر اللي بيوصله كل شوية لان حتى المدخة لو فصلت الجهاز ده بيتوصل برضو بالموبايل وبتعرف ارايات السكر بتاعك باستمرار اذا حبيت كمان من العيوب انه ممكن يحصل عدوى في مكان دخول الكانيولا تحت الجلد لكن برضو دي مش كتير لو حصل احمرار او توهج او قلم فبنشلها وبنغير مكانها وبنرجع طبعا للطبيب بتاعنا يشوف ايه الموضوع وطبعا قبل ما بنركبها احنا اصلا بنمسح بكحل ونستنى لما ينشف وبعدين نركب الكانيولا دي عشان ما يحصلش عدوى وحاجات زي كده ولو عايز رأيي المتواضع في النهاية فبصراحة انا شايف ان الانسولين بامب او مضخة الانسولين دي حاجة جيدة جدا ومع الوقت كمان لما ينزل النظام الجديد هيكون رائع بالنسبة للمرضى شكات اقل تحكم اكتر في مستويات السكر وراحة اكتر للمريض وكده خلصنا حلقاتنا النهاردة وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم